مبارح لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي قررت تثبيت سعر الفايدة زيادة نسبة الاحتياطي النقدي اللي بتلتزم به البنوك وهنفهم ده كويس دلوقتي بالاحتفاظ به لدى البنك المركزي المصري يتصبح 18% بدلا من 14% القرارات دي هتساعد ازاي في دعم وتنشيط الاقتصاد وكمان في مواجهة التضخم ده اللي هنعرفه دلوقتي من الدكتور أحمد بيومي الباحث بوحدة الاقتصاد والطاقة بالمركز المصري لفكر ودراسات الاستراتيجية صباح الخير عليك يا فان صباح النور يا فان يا أهلا بحضرتك تثبيت سعر الفايدة وزيادة نسبة الاحتياطي في البنك المركزي هل دول عكس بعض أو نفهمهم ازاي طيب خلينا الأول نعرف أن البنوك المركزية أو البنك المركزي في العالم أو السياسة النقدية يعني هو في العالم بتعتمد على ثلاث أدوات رئيسية الطريقة الأولانية اللي هي سعر الفايدة والأكثر شهرة واللي كل نستكلم عنها وعرفاها أي حد دلوقتي يعرف طبعا سعر الفايدة ويعني إيه سعر الفايدة في طريقتين تاني بيتم استخدامهم بشكل أقل لأن ده السياسات اللي تم تطبيقها في الغرب أن هما اعتمدوا على السياسة الأولانية بشكل أكبر والطريقتين التانيين أجلوهم أو اعتمدوا عليهم بشكل أقل الطريقة التانية هي الاحتياطيات الإلزامية اللي بتحطها البنوك في البنك المركزي وده عبارة عن جزء من ودايع البنك بتتحطي في البنك المركزي بشكل قانوني إلزامي ما بياخدش عليه البنك فايد فده الطريقة التانية الطريقة التالتة بيسموها عمليات السوق المفتوح كل البنوك بتحط نفس النسبة الأول طبعا كل البنوك بتحط نسبة من ودايعها فالنسبة الأربعتاشر بقت تمنتاشر مرحوظ فكده البنوك كانت تحطه أربعتاشر في المية من ودايعها بقت تحط تمنتاشر من ودايعها فيه أربعة في المية زند هشرح لك ده بعد كده أثروا إيه على الودائع الموجودة في البنوك بس بعد ما نتكلم عن الطريقة التالتة اللي هي عمليات السوق المفتوح واللي هي البنك المركزي بيدخل يبيع سندات هو كان شريحة قبل كده أو يصدر سندات عشان يجمع سيولة من السوق فدول التلت طرق اللي البنك المركزي بتحكم بيهم في السيولة في الاقتصاد بشكل عام اللي عمله البنك المركزي المصري بأنه هو سبت سعر الفايدة أو سعر الإداء والإقراض لليلة واحدة ما بين البنوك ما بين وبين البنوك فبنك المركزي بيسلي في البنوك فهو لما سبت فهو سبت سعر الإداء أو الإقراض على ودايع البنوك مش على ودايع الأفراد ورفع الاحتياطي الإلزامي من 14 ل 18 طيب إجمالي الودائع اللي موجودة في البنوك المصرية كان 3.5 تريليون جنيه لما بتكلم عن الودائع المصرية بتكلم عن الودائع ولا تدخل فيها الشهادات اللي المحتفظين بيها المصريين في البنوك المصرية تكلم عن الودائع فقط طيب 3.5 تريليون دول الـ 4% الفرق دول معناهم أن البنك المركزي هيسحب تقريبا من 100 إلى 150 مليار جنيه من البنوك المصرية يحطها في البنك المركزي بدون فائدة طيب ده أثروا إيه على الاقتصاد بشكل عام كل بنك البنك ده عبارة عن شركة فبتجمع فلوس من الناس بكذا طريقة بتعمل منتجات فيه مثلا تسمع عن حساب التوفير اللي بتردتحط فيه فلوسك بدون ما تاخد فوائد فيه مثلا تسمع عن حساب الحساب الجاري الجاري هو اللي بدون فوائد فيه مثلا حساب التوفير اللي بتردتحط فلوسك تاخد فايدة أقل أو 7-8% تقريبا فيه بقى منتجات تانية زي الشهادات فيه ودائع بفترات زمنية فالبنك عنده ثلاث مصادر لجامع أموال أو لتوفير الأموال دي المصدر الأوليين هو يحصر عليها من أفراد في حسابات الجارية أو التوفير أو الشهادات أو ربط الودائع الشركات في الحسابات الجارية شركات ملهاش حساب توفير والطريقة الثالثة أنه يستلف الفلوس دي من البنك المركزي فأصبح حاليا على كل بنك إن هو يقدر يسعر تكلفة أمواله تكلفة الحصور على الأموال دي فالبنك اللي عنده فلوس كتير جاية بسعر الرخيص يعني عنده حسابات توفير كتير وعنده حسابات جارية كتير هيقدر إن هو يكون عنده تكلفة أموال دي قليلة ويقدر إن هو يشتغل ويسلف أو يحقق هامش ربح بشكل كويس طيب فيه بنوك عندها تكلفة الأموال بتاعتها عالية يعني الفلوس الموجودة في البنك معظمها مش جاري مش حسابات جارية ومش حسابات توفير دي بنوك أسعار الفايدة أصلا أسعار سعر تكلفة حصوله على الأموال دي عالية وبناء عليه لما يجي يشتغل في سوء الإقراض هيضطر يسلف بسعر أعلى علشان يكسب أو يسلف بسعر أقل فيقلل من هامش الربح بتاعه فهو اللي البنك المركزي عمله إنه المرة دي سبت سعر الفايدة علشان ما يأثرش على ديمتال وزن الحمل للدولة ما يأثرش على الفلوس اللي بيديها البنوك وساب الموضوع في إيدي البنوك كل بنك على حسب شطرته في تكلفة الحصول على أمواله دي في إنه هو يقدر يحط السعر المناسب اللي خليه يقدر يكسب أو يقلل هامش المكسب بتاعه وترك المنافسة إيه الساحة من البنوك المنافسة يعني سعر الفايدة هيختلف بين البنوك بالنسبة للأفراد هيختلف بالنسبة للشركات هيختلف طبعا هيختلف اختلافات مرجنل يعني اختلافات بسيطة مش اختلافات كلية لأن برضو تكلفة الحصول على الأموال في البنوك مش متفاوتة كبيرة يعني دي بقى البنوك على حسب كل بنك طبعا تكلفة تكلفة الأموال في البنوك دي معلومة سرية يعني معلومة مش بابلشت مش في العلن فكل بنك هيعيد حساباته يعني أنا عارف أن أكيد في كل بنك كده فيه إدارة أو فيه قطاع اسمه لجمة إدارة الأصول والخصوم اللي هو بيشوف أنا الفلوس اللي جايالي دي محطوطة عندي دي بكام وأنا عندي تكلفة أموالي كام وبيحسب الفرق فكل بنك هيعمل اجتماع يوم الحد اللي جاي علشان يشوف تكلفة بعد ما يطلع 18% الأول بتاع البنك المركزي كده كده دي خلاص اعتبارها 3 بالزبط كده هو هيشلة من حساباته هيعمل اجتماع يوم الحد اللي جاي علشان يشوف فيه الأثر القرار ده الـ 4% الفرق دول هيأثره ازاي على أسعار منتجات كل بنك بالزبط أنا بقى يعني عايزة أسألك غير أسعار منتجات كل بنك عايزة أسألك على الحاجة اللي يمكن كل مواطن دلوقتي بتفرج علينا مهتم بيها طيب زودنا الفايدة نقصنا الفايدة الهدف منها بقى أننا حافز على الأسعار حتى على المدى المتوسط يعني احنا شوفنا بعض الدول بتاخد قرارات يمكن قوية شوية عشان تقلل نسبة التضخم فيها يمكن أمريكا لن يعني تتنازل عن أن هي تنزل التضخم عن 2% يعني يزوده تاني سعر الفايدة المواطن المصري بيسأل إمتى أو إزاي يقدر أحقق هدف أننا أحافز على الأسعار في المدى المتوسط وقلل كمان يعني نسبة أو مواجهة التضخم ما هو الإجراء اللي اتخذوا البنك المركزي بأنه رفع الاحتياط الإلزاني هو سحب سيولة من السوق السيولة دي السيولة اللي موجودة في البنك دي بتاعت الأفراد هو اللي حصل إيه؟ اللي حصل أنه فيه 4% زيادة البنوك واخداها من الأفراد بتدفع عليها فايدة للأفراد هتروح تديها للبنك المركزي بدون فوائد فهو سحب 150 مليون دولار دول من السوق سحب السيولة من السوق معناه أنه هو بيحاول يقلل القوى الشرائية بيحاول يقلل النقد اللي موجود في السوق علشان يسيطر على ارتفاع الأسعار إحنا قبل كده كنا بنرفع سعر الفايدة فلما بنرفع سعر الفايدة ده معناه إيه؟ إن أنا بغلي سعر اللي البنوك بتحصل بيه على قارد من البنك المركزي وفي نفس الوقت البنك بيقدر يوفر منتج بسعر فايدة عالي للناس فالناس تتشجع وتروح تحط فلوسها في البنك وهو ياخد الفلوس دي يسلفها للدولة أو يوظفها أو يشتغل بأي طريقة الوقت الحالي هو بدل ما كان البنوك بتستلف أو بتاخد الفلوس من المواطنين وتروح تشتري بيها سندات في الدولة أصبح إنه لا ده الفايدة اللي عندي ده الفايدة المتاحة في السوق أنت هتاخد الفلوس دي من الناس وتحاول تعمل بيها مشروعات فهتدخها في جانب الشركات جانب الكورپرس جانب الاستثمارات أكتر من إن أنت كنت بتروح تسلفها للدولة أو بتروح تشتري بيها سندات فهو هنا الأثر النهائي على الأسعار التأثير الأداتين المالية الأداتين هو استخدمهم الأثر تقريبا واحد بس هو الأثر على الأسعار واحد لكن آلية التنفيذ نفسها مين يتحمل الجزء الأكبر من التكلفة إذا كان البنك ولا الموازن العامة للدولة ولا المواطن دي اللي بتختلف فآخر آلية تم تنفيذها اللي هو الاحتياط الإلزامي هو بيكلف البنوك بشكل أكبر إن هي تتحمل جزء أكبر من مسؤوليتها في إن هي تمارس أعمالها بشكل أكثر كفاءة علشان تعرف تكسب ما يبقاش الموضوع استسهال إن أنا بأخد فلوس من الناس هو بشتري على طول سندات أو بسلي في الدولة طيب دكتور أحمد بعض الخبراء كان بيتوقع إنه الفيدرالي الأمريكي هيرفع فإحنا البنك المركزي هو كمان هيرفع لكن ده ما حصلتش مرة واثنين وثلاث مرات الفيدرالي الأمريكي رفع خمس مرات تقريبا مرة خمسين ومرة خمس ومع أساس ومع ذلك إحنا مسبتين بقالنا فترة إيه رأيك في طريقة تعامل البنك المركزي مع هذا الموقف؟ يعني طريقة البنك المركزي التعامل بها مع الموقف ده ما حصلتش من 8 أو 9 سنين دي أداة جديدة كويس قوي إنه إحنا ابتدى يبقى عندنا تنوع في الحلول المتاحة علشان نقدر إنه إحنا نواجه موضوع ارتفاع الأسعار إحنا زمان كنا بنستخدم أداة وحيدة اللي هي سعر الفائدة وكل ما مركزي الأمريكي يرفع سعر الفائدة إحنا كمان نروح نرفع سعر الفائدة لكن السياسة بتاعت سعر الفائدة دي كان لها هدف وهي الحفاظ على استثمارات الأموال الساخنة فلما حصلت الحرب الروسية الأوكرانية وابتدت تخرج الاستثمارات الأموال الساخنة أموال الساخنة دي اللي هي إيه؟ اللي هي الفلوس اللي بتدخل على فترات صغيرة تشتري في أدوات الدين المصرية فبالكالب بتوفر سيولة للدولة تقريبا 20 مليار دولار الفلوس دي لما خرجت بعد الحرب الروسية الأوكرانية فأصبح إنه لو أنا رحت أرفع سعر الفائدة علشان أقدر أجزب الفلوس دي في ظل تنافس عالمي موجود في أسعار فائدة مرتفعة جدا فأنا هدخل في سباق أنا خسران فيه هدخل في سباق إنه أنا هرفع سعر الفائدة للمستويات بتاعت 14 و15 و16 وأخفض كمان من سعر العملة بتاعتي علشان أقدر أقنع الأموال الساخنة إن هي تيجي تحط فلوسها عندي عشان تكسب فهدخل في سباق مع دول تانية طبعا دول بتتنافس في رفع أسعار الفائدة صحيح فابتدت توجيه في الفكر يتغير لأ بالزبط كده لأ أنا أشوف بدائل بدل ما أنا كل مرة بروح أرفع سعر الفائدة علشان خطر وخصوصا إنه خلاص الأموال الساخنة تقريبا خرجت من السوق المصرية فأنا ما عنديش هدفي خليني إن أنا أرفع سعر الفائدة علشان أحافظ على حاجة موجودة هموا ما بقوش موجودين أصلا فأصبح التوجه بشكل أساسي إن أنا لأ أنا بشتغل على الاقتصاد الحقيقي بشتغل بدور على بدائل بدور على حاجات ما تكلفش الموازنة العامة للدولة لأن برضو الموازنة العامة للدولة في النهاية لما بيبقى فيه رفع للسعر الفائدة ففيه جزء من مصروفات الموازنة العامة للدولة بيروح في الدين بدل ما كان بيروح في التعليم أو في الدعم أو في الصحة فبيخرج منه جزء على طول كده يتسرب ويروح لفائدة الدين فالقرار ده بالطريقة دي أنا بس عايز أشير إلى أن الاحتياط الإلزامي ده مثلا موجود في البنوك الأوروبية عند مستوى 2-3% اللي هو احتياط الإلزامي للبنوك المركزية الأوروبية بتحطه في البنك المركزي الأوروبي هو في مستوى 2-3% فالقلية دي علشان برا هم أصلا منزلينها لأن هم طبعا كانوا بيستخدموا سياسات حاجة اسمها تيسير كمي هم منزلين الاحتياط الإلزامي لأقل قدر ممكن وكمان بيتبعوا فلوس بشكل كبير جدا علشان يدوها للناس في أي شكل بقى في شكل قروض في شكل أن هم يصدروا يبيعوا سندات علشان خاطر يشتروا سندات يعني علشان خاطر يحطوا فلوس في السوق ففي النهاية الفلوس كان بتضخف السوق بشكل كبير جدا النهاردة البنك المركزي الأمريكي طبعا بيستخدم الأليتين هو بيستخدم رفع سعر الفائدة وبيستخدم عمليات السوق المفتوحة هو ما بيستخدمش الاحتياط الإلزامي بس بيستخدم أليتين من اللي احنا اتكلمنا عليهم الأليه الأولانية أنه هو بيصدر سندات علشان خاطر يجمع سيولة من السوق والأليه التانية أنه بيرفع سعر الفائدة علشان يجمع سيولة من السوق رفع أمريكا سعر الفائدة ده بيحصل تغير في جميع الأسواق في العالم في دول كتير جدا في العالم ربط أسعار عملتها بسعر الدولار الأمريكي منهم معظمهم طبعا دول الخليج اللي ربط سعر عملات المحلية بتاعتها بسعر الدولار فتلاقي الولايات المتحدة الأمريكية أول ما بترفع سعر الفايدة بنسبة معينة 75 دقطة مثلا أو 1% بتلاقي على طول البنوك المركزية الخليجية على طول بترفع بنفس النسبة تقريبا أو أعلى شوية فهو ده اللي بيخلي أن أمريكا اللي ما بترفع سعر الفايدة دول تاني بتروح ترفع سعر الفايدة علشان تفضل محافظة على تسعير عملتها بنفس الولايات المتحدة الأمريكية بفتراض طبعا أن مخاطر الاستثمار في الدولتين واحدة مع أن فيه طبعا حالة من التخبط الاقتصادي اللي العالم كله يمكن بيشهدها إلا أن احنا شهدنا في التسع شهور اللي فاتوا في مصر نموه في معدل نشاط الاقتصادي شايف ده إزاي؟ طيب لو هنتكلم عن البيانات اللي أصدرها مجلس الوزراء في النشرة اللي طلعها بخصوص العام المالي 2021-2022 وأن الدولة المصرية قدرت حقق معدل نموه اقتصادي بحوالي 6% فإحنا الحقيقة يعني عايزين نشير لأن النصرين الأولانيين من سنة سنة 2021-2022 جي أربعة تربعة يعني نتعامل في السنة بتاعتنا أربعة تربعة الربعين الأولانيين في السنة كان مفيش حرب كان فيه ارتفاع في أسعار السلع لكن كان فيه عودة كبيرة جدا للسياحة المصرية كان فيه تحسن كبير جدا فيه عمليات التجارة لأن طبعا كانت البلدان بتاديت تفتح بعد الإغلاقات اللي عملتها الكورونا وكان فيه تعاطش شديد لاستمرار بقى واستقناف عمليات التجارة عالميا فالاقتصاد في الربعين الأولانيين من السنة قدر يحقق معدلات نمو بأكتر من 8% تقريبا الربعين التانين الاقتصاد طبعا نمى ولكن مش بنفس مستوى الربعين الأولانيين فقفلت السنة المالية بشكل إجمالي كده على معدل نمو 6% لكن البيانات الاقتصادية الأهم اللي بتخلينا أقول إن كان فيه شغل كتير حصل في الاقتصاد المصري في الفترة اللي فاتت يعني معدلات البطالة فضلت عند المستويات بتاعتها اللي هي عند 7.2 من 10 أو 7.4 من 10% في ظل وجود أزمة زي دي ما حصلش تسريح للعمال مشروعات القومية مكملة زي ما هي توظيف العمال مستمر بشكل مستمر لما بقولنا معدلات البطالة ما ارتفعتش ده معناه إن الدخول المصريين اللي بيحصلوا عليها ما قلتش ما زالت سابتة ما زالوا شغالين في وظيفهم لسه شغالين في وظيفهم ولسه بيقبض طيب الحاجة التانية معدلات التدخم كنا مسيطرين عليها بشكل كبير لحد آخر شهر الأخير يعني نتكلم من قبل شهر أغسطس كانت النسبة حوالي 13 أو 14% بعد شهر أغسطس احنا نتكلم في حوالي 16% ولكن لما عايزة إسهاب يعني لما يجي أبص على مثلاً معدل التدخم في الولايات المتحدة الأمريكية فهو 8 أو 13% كان كام قبل كده؟ كان 1 و 2% فهو ارتفع من 2 ل 8 فبنتكلم في أربع أضعاف لكن إحنا أصلاً معدل التدخم عندنا كان كام؟ كان 7% فهو زاد ل 16% فهو ارتفع بمرة مرة وربع فهنا لما إيس يعني لما بقى إيجي بص على معدل التدخم يعني أو أي حد بيبص عليه ما يقولش لا إيه ده؟ ده أوروبا 9 وإحنا 16 إزاي أنتوا بتقولوا إحنا أحسن منهم؟ لا أنا كنت كام وبقيت كام بقى أوروبا كانت واحد وكانت نص بقيت 8 فزادت 8-9 أضعاف لكن إحنا كنا 7 وبقيتنا 16 فده معناه أن الحكومة المصرية شالت جزء أكبر أو الجزء الأكبر من الارتفاع في أسعار حكتين بالأساس أسعار الطاقة وأسعار الغذاء شالتهم عن أن المواطن يتحملهم بشكل كبير خليت منهم جزء ما قدرش أقول أن الأسعار ما زادتش الأسعار زادت ولكن زادت بنسب أقل من الزيادات اللي حصلت في أوروبا وأمريكا وعلشان كده ده بينعكس في معدلات التدخم اللي عندنا تعتبر أقل بالمقارنة به عظيم كل شكرا لك يا فنم شرفتنا ونورتنا دكتور أحمد بيومي الباحث بوحدة الاقتصاد والطاقة بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك